موسيقى السلام عليكم ورحمة الأخبار من قناة من القاهرة أهلا بكم بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد العصار مع رئيس مجلس إدارة شركة ترانسماش هولدنج الروسية موضوعات تعاون المشترك بين الجانبين خاصة آخر التطورات بشأن توريد 1300 عربة سكة حديدة كما نقش اللقاء مجالات تصنيع مشترك لعربات القطار والترام والمترو حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة المشتركة تكتمع بصفة دورية للوقوف على الموقف التنفيذي لإجراءات التعاون بين الجانبين أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنهم أطررس على أهمية تعزيز التعاون مع دولة بيروندي الشقيقة في ظل استراتيجية الدولة للانفتاح على أفريقيا وتعزيز التعاون والتكامل بين شعوب القارة السمراء جاء هذا خلال توقيع بيروتوكول للتعاون بين الهيئة وفد من وزارة الدفاع البورندية لتوريد 19 عربة مدرعة فهدة من إنتاج مصنع قادر التابع للهيئة جاء وزير النقل الكامل الوزير بضرورة لاستغلال الأمثل للأراضي التابعة للشركة القابضة وشركات الأربع التابعة لها من أجل زيادة العوائد المادية لتلك الشركات جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رؤساء الشركات القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري وشركات النيل العامة لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات والخطط المستقبلية لتطوير يتوجه اليوم وزير الخارجية سامح شكري لتونس العاصي من المشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية ذلك فور انتهاء زيارات الحالية للعاصمة الامريكية واشنطن ومن المنتظر أن يشهد اجتماع وزراء الخارجية العرب مناقشة مسائل التعاون العربي المشترك وكيفية التعامل مع التحديات والأزمات الإقليمية المختلفة يجري اليوم خادم الحارمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال زيارته الرسمية لتونس مباحثات مع رئيس الباجي قاد السبسي بالإضافة إلى توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلادين تأتي زيارة العهل السعودية للعاصمة التونسية التي بدأها أمس في وقت تشهد فيه تونس تحضيرات مكثفة لاستضافة اجتماعات القمة العربية الأحدى المقبل في ذكرى مرور عام على مسيرات العودة غدا الذي يوافقه كذلك يوم الأرض دعت فصائل فلسطينية في غزة إلى الإضراء بالشامل مع التأكيد على سلمية الملونية من جانبها قالت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار خلال المتمر الصحفية أن التظاهرات ستنطلق من مختلف محافظات القطاع بعد الظهر دعية كافة ابناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في الفعاليات شارك العشرات من ممثلية الحكومات من أنحاء العالم رئيسة وزراء نيوزلندا جاسيند أرديرن في مراسم التأبين التي وقيمت في متنزه هاجلي قرب مسجد النور على ضحايا الهجوم الإرهابي الأخير على مسجدين بمدينة كريستشيرش والتزم الآلاف الصمتة خلال تلاوة خمسين أسمن سقط أصحابها ضحايا للهجوم فيما أحيطت المراسم بإجراءات أمنية مشددة وحالة تأهب قصوى الختم بأخبار الرياضة حيث تقام في السادسة من مساء اليوم مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي بطل مصابقة دوري الأبطال والرجال البيضوي المغربي بطل كأس الكون فيدرالية ويسعى كلا الفريقين إلى التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخهما اختمنا بالسلام ومن الله عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة